اشتركوا في القناة لتعينه سفيرا في لتفيا بعد ان سلم ايري ليبرمن مواد سرية تتعلق بتحقيق الشرطة البلاروسية ضده بطلب من الشرطة الاسرائيلية وكانت محكمة اسرائيلية ادانت بن ايري بتسليم المواد الى ليبرمن بشكل مخالف لقواعد العمل الدبلوماسي وتشمل قائمة الشهود ضد ليبرمن عددا من المسؤولين في وزارة الخارجية الاسرائيلية من بينهم مديرها العام السابق يوسيغال وتشير التوقعات في اسرائيل بان النيابة ستطالب بالساق تهمة اخرى بليبرمن وهي وصمة عار ما سيبعده عن منصب رسمي لعدة سنوات